أعلنت حركة شباب المجاهدين المتمردة في الصومال عزمها فرض شروط جديدة على المنظمات الإنسانية والدولية التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها الشروط الجديدة يبلغ عددها 11 شرطا وتتضمن فرض قيود على عمل النساء في أنشطة هذه المنظمات وكذلك لابتعاد عن كل ما يخالف الدين الإسلامي المنظمات الإنسانية في الصومال معدودة وأغلبها تابع للأمم المتحدة يقتصر عملها على مساعدة السكان في ظل غياب سلطة فعلية وسيطرة حركة شباب المجاهدين على وسط البلاد وجنوبه هذه المنظمات أصبحت تتعرض إلى قيود يومية من الحركة التي تعتبر بعض نشاطاتها يتنافى مع شروط الشريعة الإسلامية التي تسعى إلى تطبيقها بل وتطبيقها بالفعل في المناطق التي تخطع لسيطرتها هذه القيود بلغت ذروتها أخيرا بفرض الحركة شروطا جديدة اعتبرتها المنظمات تعجزية 11 شرطا من أهمها فصل النساء واستبدالهن بالرجال ولا يستثنى سوى العاملات في المستشفيات والابتعاد عن كل ما يخالف الإسلام ومنع استراد الكحول والأفلام هذا بالإضافة إلى منع الاحتفال بالأعياد الأجنبية ومناسبات مثل يوم المرأة العالمي علاوة على دفع 20 ألف دولار كل ستة أشهر وتطبيق الحركة هذه الشروط في ولاية باي وباكول شمال غرب مقديشو ولكنها تريد تعميمها على مناطق نفوذها كما أنها قامت في الأوينة الأخيرة بإغلاق وكالة لنزع الألغام بدعوة أنها تحرض ضد الإدارة الإسلامية وتجري مفاوضات حتى الآن بين المنظمات الإسلامية في الصومال ووالي باي وباكول والزعماء المحليين الذين يفترض أن يكونوا معارضين لهذه الإجراءات بغرض التوصل إلى تسوية وتعيد هذه الشروط إلى الأذهان الشروط التي فرضتها حركة طالبان على منظمات الإغاثة إبان حكمها لأفغانستان وفاء زيان بي بي سي ترجمة نانسي قبل اشتركوا في القناة